جائزة تتاني تذهب بأيام قرطاجة سينمائية الله يسلمك شكرا لك نشكر قانت النهار على هذا الدعوة لذلك أنا مجموعة في قرطاج نعم نحن نتعود على قرطاج نحن في المشاركة الرابعة رسميا نعم نعم نحن نتعود نعم نحن نتعود على جزائر نعم 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 ونحن نتعود على جائزة تتاني تذهابي لإيام قرطاجة سينمائية نحن نرى جائزة التاني تذهبي للعمل الأول طهر شريعة الفيلم الريوائي الطاوي التاني تدور المرة نعم للشريعة الفيديو في حفل اختتام أيام قرتاج السينمائية يوم الخامس من نوفمبر الماضي أنيس جعاد أكيد قتلي هذه رابعة مشاركة لك بعد أربع سنوات ربما من 2016 بعد ثمانية سنوات الفيلم الأخير اللي شاركنا به كانت الوواج دي كلتوم رحل الكلتوم كان فيلم قاسير على كل حال فيه 24 دقيقة أعتقد أنه كان هناك ثلاثة سيليشة في قرطاج وكذلك كان هناك ثلاثة لتعود إلى قرطاج لدينا علاقة مع تاريخية لكل تاريخي لكل تاريخي سنوات الجريين بعد ذلك يوجد الكثير من التعود والتعود والتعود وهناك تعالين. كان الأفلام هناك .. كان الأفلام حسن كن testimائي .. كان هناك ليس أيرا .. لكن هذه هذه ارة .. je pense أن الأفلام كان في الخطأ كان في الجميع أنتهى وعندما كانت مجمعنا فلمات عن المصري يعتمد من المستوى في مجموعتي ، في مغربي كانت مجموعة جداً وقامتنا بشكل مجموعة يمكننا أن يحرر مننا لكن الأفضل في كارتاج هو أن تكون فيلم تكون لديه مجموعة هذا هو الأهم في كارتاج لأنني أكل مجموعة لأنني أخبرنا يجب أن كارتاج يكون مجموعة لأنه مجموعة لأنه مجموعة يمكن أن يفتح أبواب أخرى أكيد وهو من أعرق المهرجانات نعم لأفلام القاسيرة لا تكون أبواب تصوراً لأبواب 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 أفاق كبيرة أكيد يبقى الشاب الجزائري والفنان الجزائري يدرون دائماً الهدف أنه يشارك بالفيلم بالفيلم بالمهرجانات لكي تكون منافسة أكثر منافسة قوية أكثر إذن الحياة ما بعد هو فيلم طويل فيلم جزائري طويل يحكي عن مدة 100 وسبع دقائق يحكي يومية هاجر وابنها لذلك يحاولان إعادة بناء حياة أخرى وأيضاً الفيلم شارك وكذلك عادت بناء نفسهما بعد مأساة اغتيال الزوج زوج هاجر بالفيلم والولد اللي كان اللي عمل ربما اللي كان بطل الفيلم أحمد بالمومن ربما شارك بالفيلم كولد هاجر صح نعودوش نحكيه الفيلم في نفسه ولكن البلوز امبورتان في الفيلم هذا يعني أنه النوع الذي اختيره باش يتصور به الفيلم نعم نعودوش نحكيه يعني الفيلم اليوم يعني اليوم ديجا كان كانوا مبروجيكشن في الصينماتيكا 16h30 يعني اللي حبيدي يشوف الفيلم يعني يعني مالسكي البلوز امبورتان يعني هذا الديمارش فيلميك اللي درناها يعني تصور هذا وتصور هذا يعني اخترتنا يعني لكل أفلام أمام الأفلام قصيرة دعم نختار يعني النيورياليزم الواقعية يعني يعني هي تقترب يعني نقعدو يعني هي قصة خيالية ويعني يكون فيها المشاهد يظن بأنه يشوف دوكيمونتير يعني 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 شفنا تقنية في الفيلم هي تقنية يعني غير عادية هي تقنية اللي مولشي مولفين شوفوها في أفلام أخرى طيب حكينا على هذه التقنية اللي قتل عليها النيورياليزم هي تقنية يعني صعبة جدا لأنه يعني كل كل نواحي تعلق الفيلم لازم تكون يعني تدرس بذقة يعني يعني ما يخص الدكورات ما يخص الكوستوم الديالوج يعني 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 تمشي فوق خط بين الخيال والوثائقي نعم يعني كنت تقدر تزلق مننا أو مننا تتقدر تطيح في الدوكومنتير لذلك يجب أن يجب أن تكون تقنية لتطيح في الدوكومنتير بالمشاهدة يعني يعني يتفرج في فيلم خيالي لكن يجب أن يجب أن تكون تقنية في المنافسة الرسمية في فئة الأفلام طويلة الخيالية إلى جانب 11 فيلما آخر نذكر فقط منها شرف لسامير ناصر من مصر قسم الأنبياء للمخرجة البركينة ببوندوان ناسايدو وتحت الشجرة اللي أخذ تانيت بمهرجان قرطاجة سينمائية تانيت الفدل المخرجة التونسية أريج سحيري ربما هذا الفيلم الحياة ما بعد الفيلم الجزائري اللي كان السول فيلم أجرية اللي كان مشارك بأي قرطاجة سينمائية وش هي الميزة من غير التقنية اللي استعملتها في الفيلم وش هي الميزة اللي خلات الجمهوري يحب هذا الفيلم واللي ربما حتى لجنة التحكيم خلّه يشوف هذا الفيلم من منظور آخر والله يعني الببليك فريمان اتي غافي دلاخر يعني باش يتفرج على الفيلم كل البروجيكسون اللي درناهم لالصال اتي غيشة فرمي أنا كنت حاضرة يعني في المهرجان دونك يعني وشاركنا منفل في برسكوكين وننسكسيون اللي اسميه هذا قرطاج سجون نعم يعني رحنا كما بل سالة بخيزان تع مونستير تع بنزارت وميز عليها خلت الناس يعني يعجبهم من الفيلم هذا لأنه يوجد يونيفرساليتي دون الفيلم كالك تسمى الشعب الجزائري وشارهو يعيش يعني نفس الشيء وش يعيشو يعني الشعب التونسي دوك نتقاسمو يعني نس بارتاش نو مالر نوز اسبور نوز إلوزيون هذي هي المتفرج التونسي يعني وجد نفسه في القصة هذه تع هاجر وتع ولدها نعم والجمهور كذلك شفناها أنه تتعاطف مع قصة الفيلم اللي كان حضر بمصرح تونس كذلك حكينا على ربما ما بعد هاد المهرجانات يعني الحقيقة ما بعد هو فيلم اللي شفناه يعني حتى في مهرجان في سباكو ببيركي نفسه يعني يعني يقام كان ليه كذلك كانت ليه مشاركة منافسة في المهرجانات شفناها كذلك بمهرجان أيام قرطاج السينمائية أحكينا أنيس جعاد ما بعد يعني بعد مشاركتك في هاد المهرجانات كيف يعني وين نشوفوه أنيس جعاد يعني في هاد المنظر يعني 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 اللقاعات يعني تكون مغلوقة يعني الجمهور الجزائري يعني ما كانت يعني له فرصة نعم أنه يشوف الفيلم يعني 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 نكرم يعني يعني بناس مستغانم يعني 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 كان ثاني جاز مرة في في لالجيريا ومرة في ميزة كانت قافلة يعني نعمال كانت في عشرة والآن يعني المدير السينماتيك الجزائرية يعني تاخد القرار أنه الفيلم سيعرض في ثناش ولاية ثناش سينماتيك طول غزو سينماتيك دونك ان شاء الله نبدأوا فيغلو سينك ديسمبر تبدأ القافلة هذي نبدأوهم من مدينة تيزيوزو نعم ونضافر توتل السينماتيك عنا باق سمتينة صوغهراس تلمسان وحران إن أمكان فقط لي المخرج باش نشوفو صور أيام قرطاج السينمية وحضور الجمهور اللي كان حضر بالقاعة حضور القوي للجمهور اللي كان حضر بالقاعة هذه طوابير لفيلم أنيس جعاد بأيام المدينة السينمائية بمدينة الثقافة بعاصمة تونس خلال عرض فيلم الحياة ما بعد خلال أيام قرطاج التونسية أنيس جعاد شفنا أنك جازفت في الكاستينغ من خلال بطولة مثلا لجون أحمد بالمومن شفنا أخذ دور البطولة إلى جانب أكيد أسماء كبيرة وفقدنا كذلك بطل الفيلم اللي يرحموا نعم أحكينا شي على كواليس الفيلم وكذلك كاستينغ الفيلم أنت جازفت في كاستينغ الشباب وفنانين شباب في هذا الفيلم والله نظر أني جازفتان في كل الأفلام وفيما يخص الحياة ما بعد وعلى الإنسان على أن نحب أن نصور فيه مستغانم لأنه ممثلين وعندهم المصرح في مستغانم يعني كان طاقة كبيرة لازم يعني تصيب تصيب نعم كما صبنا أحمد بالمومن وعندنا كنا في مستغانم في الأصل الشيخ حمدا أعتقد أنه دوري 15 أو 20 يوم ووالا لا ja لذلك يكون ذلك لديهم الإمتماعات ومتجم لديهم الموجة لذا يجب أن تجد تجد تستعمال كما ستجد لذلك لا يوجد تستعمال هنا نحن محمد الموفق نحن أحمد بالمومن هذين الأولين المهمتماعات هناك ملحة أكثر مهمتماعات لكن لذلك لا تجد ممثل بذلك ومبعد بيانسر ومبعد هي عمل كما حمد بالمومن جام يعني خدم في عنيف المصرح ولكن جام يخدم في سينما ومبعد بيانسر أبخي كما نقوله احنا البرمير جور فان ديفيسيل يالا كاميرا يالي ترنج دنيا وصول كان صغير هذا كل وقت كان مازال ميناء لذا يمكن أن ترنج أصباح وشتال وبرد ونحن ديجا وعينة بعد ذلك هل يستطيعون بيانسر ومثلت يخبرون ومثلت يكون هناك مجرد أجل حتى يكون هناك مجرد عميجات ومثلت أنه يكون هناك مجردين ومثلت أنه كانت متعبادة كما نقوله سامير الحاكم وليديا الاريني لذلك يعني خدموا معاه والآخر يلونيون كنفيانس ومع ذلك خدمتي هنا ولكن بعد ذلك أقلم بعد تتويجك بجائزة أي تانية الذهب بأي مقارطاجة السينماية وش تمثل لك هذه الجائزة؟ وش تزيد الأنيس؟ وش ما كنت نقول لك؟ ويهيه بيانسر سيكون ركوناسس بور الرياليزاتر سيكون ركوناسس بور لأكيب ومع ذلك يجب أن نقوم بأي مقارسة ومع ذلك ومع ذلك يمكننا بيانسر لكن يجب أن نقوم بمقارسة وإنك تعني هم وأنه يتعلقنا في المشاهدة ومع ذلك محبا تتعلم لكنه ليس أولاً على مقارسة مثل الدولة الجزائيلية بالطبع بحث مثل الشعب مثل 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 إذن لذلك كانت فائرة ترى الناس في الأوبارة المدينة السينمائية التقافية بالطبع عندك 800 الناس يرى الجزائري يأخذ الجائزة تقنية دورة المرأة بالطبع وعندما كانت فائرة كانت فائرة وعندما كانت فائرة بالطبع هناك فائرة وعندما كانت فائرة وعندما كانت فائرة لكن فائرة يجب أن تستمر لا يمكن أن تقوم بها يقولون أننا نتوقف لا يمكن أن نتوقف يجب أن نتوقف نتحفظ على مشاريع أنيس جهات بعد تانية الذهابي لكن قبل ذلك نسمعوا ما قال بطل الفيلم الحياتة ما بعد أحمد بالمومن في تونس تخذ له كممثل وكذلك كممثل دولة الجزائر في مهرجان قرطاج السينمائي في دورته 33 هذا الشرف همشي لي لنا كجميعا يعني كطاقم الفيلم شرف لنا للمشاركة في هذا كما قلت أحرق مهرجان في الوطن العربي كذلك كان إقبال واسع للجمهور الجمهور التونسي وجمهور مهرجان أيضا يلقى تفاعل الفيلم الحمد لله دور الفيلم لا فيدا بخي الحياة ما بعد المخرج أن يستيعاد أنا لعبت دور جميل جميل شاب مراهق يتيم الأب يعني عنده غير عايش مع أمه الظروف حتمت عليها كما نقول يعني عايش مع أمه يجب أن يخدم عليها يجب أن يعيش دورة داك الدورة على الأب يعني هو مامر أمه عايش الدورة على الأب باش تصرف باش تصرف عليه و تصرف كما نقول على الكراوغا يعني كانوا عايشين في سوء كما نقول سوء أوضار اجتماعية وحياة مزرية يعني وكذلك شاب مراهق وبدون أب تعرض للإنحراف قليلا دونك هذي حكاية دور جميل وكذلك آنيس جعاد هذي كانت من ديكلاراشون لي أحد أبطال فيلم الحياة ما بعد واش تقول على هذي ديكلاراشون أجواء أيام قرطاج سينمائية نعم 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 في الفيلم صح نعم 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 أجواء تقافية سينمائية بمتياز نعم 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 هذي كوميل ...げأثر عليكم اليوم نعم نعم نحوص ماذا بإمكانكم ذات النافجة نحن أن نقوم به يعني .. ما هذا أنا أقول هذا لا يمكن إذا نطبع هذا الرhythm يعني الفيلم ليست جسد في وقته يقدر يستر 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 في السنوات وعلى أعتقد أن يجد أن يجد يجد أن يجد أي م splicions أنا أرض الانتقام يجد عنده سنة من اللي يعني هل تجدتو؟ لا مش هل تجدتو من اللي راهو محتوت بان تسي يأتينا لتجدتو من اللي راهو محتوت فىو نيفو دفداتيك لفداتيك غلاقا مفان دكونت دونك ووالا سه نيفيد دانتخانمان و سا ريسك دو برمد بكو تطم وصا سه سه با بان بوالسينما يعني لازم لليوم نروحو يعني لازم نطرق جديدة تع سينما يفو دنيا الفوف في قناة البهجة نتكلبه السنة هذية المغرب شارك في أيام قرطاج بثمن أفلام السنة هذية تونس شاركت في مهرجان كان بستة أفلام نعم نعم أكيد إن شاء الله نتمنى أن الصناعة سينما تغرافية في الجزائر إنها تطور أكثر وأكثر وإن شاء الله يحطوا كما يقولوا لوباكي على السينما الجزائية لأنها تشار في الجزائر أكيد في مهرجانات الدولية شكرا لك أنز جعد على الحضور وهنيئا مرة أخرى نحسبك شكرا نشكر قانط النهار وإن شاء الله نعود لكم بجوائز أخرى بحول الله شكرا لك أنيس جعد